للمزيد ينضم إلينا مباشرة من ليفيف محمد الزاوي مراسل أكسرا نيوز في أوكرانيا بعد التحية لك محمد ما هي آخر الأوضاع على الأرض فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية نعم شادي ربما ما يميز هذا اليوم واليوم الذي سبقه هو تكثيف الغارات الجوية على عدة محاور وفي مناطق متعددة من أوكرانيا قد نبدأها من العاصمة كييف التي قبل نحو ثلاث ساعات قد تعرضت لقصف جوي روسي استهدف أحد المخازن هناك حديث عن مقتل ما لا يقله عن شخصين وإصابة آخرين كان هناك أيضا غارة جوية استهدفت حي شفيتونسكي بالعاصمة الأوكرانية كييف هناك حديث عن مقتل شخص واحد القصف الروسي ربما ازداد في الفترة الليلية يعني مع بداية الساعة الثالثة إلى الرابعة صباحا وخلال الفترة الصباحية بشكل كبير وفق ما تؤكد التقارير الرسمية الأوكرانية أهم المناطق التي تواجه قصفا روسيا هي منطقة خاركيف حيث أعلنت السلطات الأوكرانية هناك عن مقتل واحد وعشرين شخصا في أحد البلدات المجاورة التي تعرضت للقصف الروسي المدينة أيضا ما زالت تتعرض لقصف بين طارة وأخرى هناك تركيز على هذه المدينة بشكل أساسي لكن الحاكم المدينة يقول بأن خاركيف لا زالت تحت السيطرة الأوكرانية القصف الروسي أيضا مسى مدينة تشيرنيهيف وتحدثت السلطات المحلية وحاكم منطقة تشيرنيهيف عن مقتل نحو ثلاثين وخمسين شخصا خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة نتيجة القصف الروسي في هذه المدينة تدور معارك قوية بين الجيش الأوكراني والجيش الروسي طبعا في ضواحيها بهدف ربما دخولها قوات أو هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية لا زالت تؤكد بأن تشيرنيهيف الوقعة في شمال البلاد ما زال تحت سيطرة القوات الأوكرانية في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف المعارك لا تبعد إلا بنحو 15-20 إلى 40 كم على حد نقصة بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية في محاول متعددة يبقى أهمها مثلث إيربين بوتي وكذلك هستوميل الذي تدور فيه معارك يعني كالروفار بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية ما زالت الجانب الأوكراني يقول أو يؤكد بأن التطورات على الأرض منذ الصباح كان فيه أخبار عن أنه تم استهداف مبنى أو مباني سكنية في كييف وتم إعلان ربما هذا من الطوارئ في أوكرانيا وصفرات الإنذار أيضا وكما نتابع يعني منذ بداية هذه العملية العسكرية هذا كان جزء متعلق بكييف وجزء آخر متعلق بما نشرته وزارة الدفاع الروسية بشأن استهداف مخازن للأسلحة والمعدات التابعة للجيش الأوكراني ما دقت هذه الأخبار نعم إيمان في الحقيقة ما تورده اليوم وما تكشف عنه التقارير القصف الذي استهدف اليوم استهدف حي سكني لا توجد به أي مراكز عسكرية وتعرض فيه مبنى سكني لقصف الروسي أما فيما يخص القصف الذي حدث في حدود الساعة الرابعة بتوقيت المحلي فقد تعرض لأحد المخازن لكن لأحد الساعة لم يكشف عن ما هي تهتي المخازن هل هي مخازن عسكرية أم مخازن للمؤون طيب محمد يعني صف لنا الآن حالة اللاجئين أنت في الليفيف هل مزال يتضفق عدد كبير من اللاجئين إلى المدينة نعم شادي في الحقيقة تغيرت الأوضاع ليس بشكل كبير ولكن ربما إلى نحو أفضل مع تناقص نسبة النازحين هنا في مدينة الفيف على خلاف طبعا الأيام الأولى لهذه الحرب برغم ذلك تصل هنا يعني يصل العديد من النازحين من مختلف المناطق الأوكرانية يتم توجيههم أثناء وصولهم إلى محطات القطارات أو الحافلات أو حتى بسياراتهم الخاصة إلى مختلف المراكز التي تستقبلها أولئي النازحين حيث كانت السلطات المحلية هنا في مدينة الفيف قد أكدت بأن العدد الآن يصل إلى أكثر من 200 ألف نازح وصلوا إلى الفيف منذ بداية هذه الحرب مع توفير مراكز إيواء حيث حولت السلطات المحلية أغلب المدارس رياض الأطفال قاعات ربما المسارح وكذلك قاعات الألعاب الرياضية إلى أماكن تستقبل فيها هؤلاء النازحين لكن طبعا بخلاف الأيام الأولى هناك حركة طبعا يعني ناقصة نوعا ما على خلاف الأيام الأولى محمد فيما يخص القرار بالتأكيد تبعط القرار الذي وقعه بالأمس الرئيس الأمريكي جو بايدن بيئة المساعدات الجديدة التي ستقدم إلى أوكرانيا 800 مليون دولار نتحدث عن مساعدات جديدة وصفها بايدن بأنها ستحمي أو ستساعد أوكرانيا في حماية مجالها الجوي كيف ستشكل هذه المساعدات فارقا بالنسبة للجانب الأوكراني طبعا تعتبر هذه المساعدات ذات أهمية كبيرة بالنسبة للجانب الأوكراني خاصة في هذا الوقت الحرج جاء طبعا بعد الكلمة التي ألقاها الرئيس الأوكراني فولوديمير زينينسكي أمام مجلسي الشيخ والكونغريس الأمريكي طبعا كيف ستغير المعارك على الأرض ربما الدعم الأمريكي خاصة بأنظمة المضادة للطائرات والأنظمة الدفاعية المضادة للدروع والدبابات ستشكل أهمية كبيرة للجانب الأوكراني ربما الصامد في كثير من المناطق وكان المطلب الرئيسي بالنسبة للسلطات الأوكرانية هو دعمها بأسلحة دفاعية تواجه الطيران الروسي والصواريخ الروسية ولذلك من المفترض أن تكون لحزمة المساعدة هذه والتي تعتبر تاريخية في الحقيقة ذا أهمية كبيرة بالنسبة للجانب الأوكراني في هذا الوقت الحرج وفق جميع ما يقولها الخبراء هنا في كير شكرا جزيلا لك محمد أزاوي مراسل أكسترانيوز في لفيف الأوكرانية أشكرك على وجودك معنا